بدقيقة واحدة لو سمحت متى ستنتهي العملية العسكرية بتقديرك؟ هل بعد عملية السيطرة تماما على أقليم دونباس وإعلان جمهوريتين لغانسك ودانيتس كجمهوريات مستقلة وانتصار كبير لروسيا وانتهت القصة؟ أم أن ستكون هناك مثلا صفحة أخرى ألا وهي أوديسا لإكمال السيطرة على شمال البحر الأسود بتقديرك؟ أعتقد هذا متعلق بنظام كيب إذا حقا يريد أن تنتهي هذه العملية العسكرية ويعود إلى طاولة المفاوضات يمكن أن نرى نافذة في نهاية الأعمال الحربية لكن إذا بقي هذا النظام دائما يستجدي ويطلب المساعدات العسكرية والمالية أعتقد روسيا لا توقف هذه العملية حتى تحقق كل أهدافها إلى أن تصل إلى كل الأقليم الشرقية من هنا نلاحظ أن ما قامت به روسيا منذ البداية هو واضح الغير الواضح هو ما يريده نظام كيب وأعتقد أن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية اتخذوا من أوكرانيا ساحة للصراع مع روسيا وآدات من أجل أن يواجهوا بها روسيا إذا خسرت أوكرانيا تخسر نفسها وتخسر وحدتها وسيادتها وتخسر الآلاف من مواطنيها وإذا ربحت وهذا يعني من المستحيل أن تربح هذا يعني هزيمة روسيا ولا يمكن لدولة دووية عظمة روسيا أن تهزم إذن خسارة أوكرانيا تخسر لوحدها أما إذا ربحت نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية تقاسمها هذا الربح وهذا بعيد الممال ممتاز